قال الإمام الخامنائي أن الظروف التي تواجهها المنطقة تتطلب الوحدة والانسجام بين البلدان الإسلامية وإنه يجب عدم إثارة القلاقل عبر التطرق إلى أمور تسبب الفتنة وفي إطار تطوير العلاقات الإيرانية الأوروبية كشفت طهران عن زيارة مرتقبة لنائب المستشارة الألمانية إلى إيران بعد أسابيع لعقد مشاورات اقتصادية قال الإمام السيد علي الخامنائي أن دوافع الحروب الجارية في المنطقة هي دوافع سياسية بالكامل لكن أعداء الإسلام يحاولون تحويل هذه الخلافات إلى خلافات طائفية لا تحل بسهولة وعلى جميع البلدان الإسلامية أن تساهم في تحقيق الانسجام كما تطرق سماحته إلى السياسة التي تتبنىها إيران بعد تبني الاتفاق النووي وقال إن إيران مستعدة لتطوير علاقاتها مع كافة دول العالم باستثناء الكيان الصهيوني وأمريكا وأن إيران ستستمر في تحقيق أهدافها عبر الاتكاء الذاتي وفي إطار تعزيز العلاقات الإيرانية الأوروبية كشف النائب الأول الرئيس الإيراني إسحاق جهنغيري أن بلاده لديها برامج تنمية للاستثمارات في مجال الطاقة ومستعدة لتوفير جزء من احتياجات أوروبا للطاقة وأشار جهنغيري خلال لقائه وزير النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات البلغارية الذي يزور طهران إلى أن إيران تتمتع بالعديد من مصادر الطاقة حيث تتصدر في هذا المجال العديد من دول العالم مضيفا أن إيران مستعدة لتوفير جزء من احتياجات الاتحاد الأوروبي للطاقة كما كشفت طهران عن إجراء التنصيق اللازم مع برلين لإقامة اللجنة الاقتصادية المشتركة لإيران وألمانيا بداية شهر مايو المقبل في طهران مع زيارة سيقوم بها نائب المستشارة الألمانية زيغمار جابرييل في إحدى أهم الخطوات لتطوير التعاون مع الاتحاد الأوروبي يذكر أن إيران كانت الشركة الاقتصادية الثانية لألمانيا خارج أوروبا إلا أن العقوبات أوقفت التعاون الاقتصادي للبلدين بما فيها لجنة الاقتصادية المشتركة ترجمة نانسي قنقر